قد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ان مصر حليف كبير لدول اوروبا مثمنا الدور الهام الذي تلعبه القاهرة في حماية الامن والاستقار في المنطقة بدوره اكد السيسي دعم اليونان في ازمة شرقي المتوسط مشددا على ضرورة مكافحة الارهاب والدول الداعمة لها وفي الازمة الليبية اكد السيسي ضرورة الالتزام بمقرارات مؤتمر برلين وحل الميليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسات الليبية متبعة لهذه القمة اليونانية المصرية انضم الينا مسدوهاتنا في القاهرة مراسلنا سامير عمر سامير تفاصيل هذه القمة ابرز المواقف والتأكيد الاوروبي على دور القاهرة في حماية امن واستقرار المنطقة وكحليف لدول غربي المتوسط روبير زيارة ومباحثات عميقة ومؤتمر صحفي يرسل برسائل واضحة لا تحتمل اي تأويل اولا مصر واليونان متفقتان ويادا واحدة في مواجهة اي خروج عن قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بامن شرقي المتوسط والدفاع عن ثرواته في مواجهة ما ترتكبه تركيا من سلوكيات تراها القاهرة وتراها اثينا مخالفة لقواعد القانون الدولي وتمثل اشتراء على حقوق اليونان وكبرس في شرقي المتوسط مصر واليونان متفقتان على اهمية حل الازمة الليبية وفقا لتصور سياسي يقود الى اعادة بناء المؤسسات الليبية يحافظ على واحدة الطراب الليبي ينسجم مع مقارات الأول المتحدة ومؤتمر برلين واعلان القاهرة واخراج المرتزقة من ليبيا مصر واليونان متفقتان على اهمية وضرورة التنسيق المتكامل في مختلف اوجه التعاون اقتصادي من اجل الحفاظ على ثروات شرق المتوسط والدفاع عنها مصر واليونان متفقتان في تصور واضح لاهمية مكافحة الارهاب ليس فقط في التصدي لمن يطلقون وينفذون العاملات الارهابية ولكن ايضا الدول التي تموله او تساعدها اتوفر له منصات للدفاع والترويج لافكاره مصر واليونان اخيرا متفقتان على اهمية تعزيز وتعميق التعاون بين دول شرقي المتوسط شمالا وجنوبا من اجل الحفاظ على امن المنطقة من القاهرة مراسون سمير عمر